إن شاء الله وقفات مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل في صورة الإسراء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورة هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها مآل من سعى إلى الآخرة بالعمل الصالح والآخرة عندها سعي الآخرة عندها سعي والإنسان يسعى بالعمل الصالح زي ما قال ربنا في خواتيم صورة الكهف ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل خالدين فيها لا يبغون عنها حي ولا لحد الآخر آية ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه يعني الإنسان الدائر قابل الله تبارك وتعالى والله رضيان عليه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا وهل العمل وهل العمل تمل الجنة؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل إذن والعمل سبب لنيل رحمة الله العمل سبب لنيل رحمة الله لشان كده ربنا يقول في صورة الحاقة كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم مجدل التمن إنما للسببية بما أسلفتم في الأيام الخالية وهنا ربنا يقول ومن أراد الآخرة الآخرة يعني الجنة يوم القيامة ربنا يعني أعدى لأهل الإيمان الجنة وأعدى لأهل الشرك والكفر النار شأن كده الإنسان عشان ما يضيع زمنه وعشان ما بعدين يتحسر ويأكل أطراف يدهم من شدة الندم زي ما قال ربنا في صورة الفرقان يوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه أي المشرك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لإنساني خذولا فإنت عشان تكسب زمنك وما تضيع عمرك كله والنبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال سبعا بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا يعني السبع أشياء دي لو وقعت إنت تاني ما بتقر تعمل مع أبا الصالح ما بتقدر تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعمل الصالح قال هل تنظرون ومعناها هل تنتظرون زي ما قال ربنا في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل تنظرون إلا فقرا منسيا إنت منتظر لحد ما تفقر والفقر يخليك ما تعبد ربك ذاته لأنه في واحد تلقوا يا ذاتك والله أزل ما أصلي والله أقول والله نحن فلسين المصلي الله أشنو ذاته والله واحد سمعته بأضعيني قال لو أنت أفلا ما بتصلي ليه قال الله أصلى دي بيجيب ليه الفقر والله والله سمعته بأضعيني دي وهكذا قال أو غنى مضغياء أنت منتظر بعد ما ربنا يفتح عليك في المال وتبقى غنيان وشوف دائما إلا من رحم الله إلا من رحم الله الغنى معاوة الكبر لكذا ربنا قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها أشنو؟ تدميرا وقارون وفرعان وغيرهم ديال كلهم كانوا أغنية لكن دائما أساب بعض الناس الواحد تلقاه الراكب ليه بوكسي بوكسي دابو القبينة 2017 يعايل للناس زين نبيل والله يا زول ما تتفاضع عليها الله واحد تلقاه وثاني بهناك يا زول يقول لك يا زول والله نحنا 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 الأشراف ويا زول ما تابع ليه أو أي زول ما بجينا ده والله يخسران دنيا بآخر والشيوخ استعبدوا الناس ودائما في البلد أكبر خازوق وأكبر كابوس ركبر الصوفية في السودان تعبيد الناس للشيوخ بتعنهم الصوفية عبدوا الناس للشيوخ والله ويقول لك إن كنت في هم وغم فقم ونده ونادني بيامر غني آتيك بسرعة من دخل طريقتنا وأكل طعامنا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال من رأى صرة الشيخ دخل الجنة يا زول ما أقوله في جنة بخشاب صرة الشيخ دفي دين التصوف دين ما عنده أي علاقة كده أسا أنا كان دار أشوف صرة الشيخ أقوله صليه وين كده وريني محال مناسب ها ده تسغل طويل ذات وهكذا يقول لك برضو قال بأكفان من قد مات إن كتب اسمه فصاحبه في القبر أن يعذب برضو قال شغل تبدب اللف والدوران زول ميت قال اكتبوا في الكفن برا أحمد الطيب البشير قال الزول ده ما بعذبوا الزول ده في جنة وقال من دفن بين قبر فلان وفلان ده قال برضو ما بيتعذب واحد حكى لي عمنا كبير قال لي في واحد مات قال اللي يدفنوني في حتة معينة كده محل يسيمه والساقل تولوين معارب الجماعة قال لي قال لي يدفنوني هناك لأنه قال في الإبل الصفر الإبل الصفر ده بيشيرين الناس قال من هناك وطوالي البقيع يا ناس انت قايلة تحويل ده دين التصوف والله واحد يقول لي قدفنوني جنب قبة الشيخ اها قول دفنوك معها قبة جوه معاش يغذاته اعمالك بطالة والله ما بتحل فده ده ما دين يا ناس والله التصوف اي زول عاقل يا عاية التصوف ده اعرف انه ده دين بتاع خرافة ودين بتاع دجل ودين بتاع شعوذة ودين بتاع استعباد للخلق عبد الرحيم الزري ما اسمعته في الصفحة 113 من كتاب رياضة الجنة ونور الدجنة براو قال استاذك يا فقير يعني استاذك يا درويش وبس هوية بعمل لك درويش دي يعني حوار حوار يعني حمار حمار يعني ما عنده موضوع بشيل اللي بريق بيعصر كرحين الشيخ وتلقاه ماسي وندار مرة الشيخ اجابة الخضرة بوريق له مرة الخضرة قال استاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير وليه اتبعك الصغير ما تميل ابدا لغير كون له قريب جار عشان كده بتلقى درويش قاعد في التكليل عشرين سنة ما بيمشي لأهله يقول له له يقول لك الشيخ مده أنا اللي زين ابوه يموت ما بيمشي والله يا ما شوفناهم واحد لقيت مرة مرة رقبين في بوكسي ماشينا الجزيرة مرة بتبكي بيدموعها قالت ولده في الشيكاني بلو 15 سنة ابوه مات ما جاء قال الشيخ مده واللي زين يا اخي تب بليك وليه شيخ اقزعته ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حق قالوا والدين بعد حق قالوا طوالي لكن عشان تعرف قال كون له قريب جار وليه أخدم بدون إجار الدرويش يخارب يخدم 15 سنة يحش العيش ويمشي الحواشات ويكذب وينظف ويتارب ويسوي ويمشي بهناك يودل دقيقة طاحونة ويمشي عوسوا في الصاج بالكوريك ما شوفتهم عصيدة بعوسة بالكوريك يا أخي تخيل كوريك تجي يقول لك بالكوريك يعني هسوا أجدمون ولا أسمنتي ولا ده شنو ده عصيدة وعد الجماعة يتخاتب فيها يقول والله عصي الطبوة السيخ ده أحلى من الجداد يا زي انت مسكين أسعى لك الله لو جابوا ليك البيك وجابوا ليك عصي الطبوك السيخ المرة دي بتضرب يأتوا يا زي في مغاننة والسيخ زي آتوا بيضرب الجداد وبيضرب الخروف وبيضرب الحملان وبيضرب الحاجات الدسمة والجماعة يتكاثلوا بره في الكسرة المرة كسرة حامضة والله تقول كابين في أسنر تحيي ركزات مرة مرارة عجيبة والجماعة يتخاتب والله تحارف ما فيها بركة يا زول بركة شنو ما فيها بركة ما فيها أي بركة وهكذا قالوا ليه أخدم بدون إيجار بدون إيجار أي زول ده لقاو قاعد مع الشيخ ده بيخدم سائج مجان يوم اللي جي ماش يقول له ويه يا سيخ لا ناس فيكم هوا طوالي زي ده تمشي أقرب قسم تفتح فيه ولا تقول له زول ده شغلني وما داني حقي أخلص حقك أخلص حقك السنة لو جبتك أنا كسلفي جبتك وقلت لك عندي حيطة تعالى منيها وما عندي لك أي حاجة بديكم هوا يقول لي يا زول إتا تاكل حقي أنا والله أنا جفتل بيأكل حقي ومموضة لأسر وطيب أبوك الشيخ بيأكل حقك ليه أبوك الشيخ بيأكل حقك وفي مزاج كمان بي مزاج فقال وليه أخدم بدون إيجار أوعاك تحذير من الكيجار أبوك الشيخ ده ما تكاجروا قال لي كميش يمين يمين شمال شمال تعال عصر الكرعين عصر الكرعين تقطق الظهر تعال تقطق الظهر أمشي هناك أمشي هناك خلي المرأين شهر خليها شهر يا ناس وي شغل بتاعت خيابة سايق شنو خليها شهر أم الفقر أي تعارف برنامجة جنوه أم الفقر دي دي هناك إعداد وتقديم للشيخ والله يد تكون قاعدة المرأة خلوها لك هناك وبالذات إذا كانت المرأة جميلة قل لك خلها جوه هناك تقعد دائرة عزومة تقيلة بيعزموا لك لا تقيل ويتم تعرفها الحاصل نعم أنه مالح والله منحذر الناس وما دائر من زول وما عندنا والله شغل في زول ولا خايف إلا من بني آدم ده والله من ديانة لله بنحذر الناس من أي دجال ومن أي يم شعود ما تودي عرضك ده عرضك يا زول تلعب في عرضك الجاهلية في الجاهلية الناس كانوا بيغاروا على الأعراب في الجاهلية حرب بتقوم عشان مرأة الليلة ذا الواحد يسوقه من يدنا منك ومحنن وشغل طويل وقل لك هزول مودنا دائرة ولد دائرة ولد معرفة بتعرفها الولد ده بعدين المهم قالوا ليه أخدم بدون إيجار أوعاق من الكيجار ترى دا الحد هنا دا كله عدم رجالة دا الحد هنا عدم رجالة وعدم مروة لكن الجاهد شري قال في كربك عنده بدغيثك جنده كن ثابت عنده ما تضحك عنده يا عبنا أقول لك يا زول ما تنادي إلا الله والله الذي لا إلى غيره دا والله لا ولا نبز ولا شتيمة ألف وأسعاره نقضها شان كده ربنا يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عندها سعي وأعظم السعي زي ما قال لك أخونا من حي الدين التوحيد ما في حاجة بينجبها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة مثل التوحيد شان كده ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ايشنو؟ أحدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ربنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا والنبي عليه الصلاة والسلام عليك الله اتأمل الحديثة النبي عليه الصلاة والسلام قال ليه أبو الدرداء قال لو إياك قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت قال ليه ما تشرك بيه الله شيء ولو قطعوك بها منشار ولو حرقوك بها نار ما تشيرك بها الله شيء قال وأن لا تدعى صلاة مكتوبة متعمدة فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برعت منه الذمة وأن لا تشرب الخمر ما تشرب الخمر الليلة الخمرة بقت أشكال متعددة والجماعة قالوا المريسة قالوا من المشروبات التراسية والمشروبات ما عارف إيه والطعام بتاع البلد يا أنا سواء مريسة في مريسة ديها مريسة مريسة عرقي بقانية عسلية كلها ما يشكلها لك في النهاية واحد كلها بتسكر بتسكر في النهاية خمرة ما بجوزك إن شربت لك زبادي زبادي شفت مبيت كم يوم وشربته أول ما شربته قعدت تغني وطلعت فوق رأس الحمام وعمل فيها بتنظف عارف إنه الشغل ده اشتغل عارف إنه الشغل ده اشتغل ده زبادي ولا 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 والسكي في زبادي بسكر يخلي الزوال بيغني في زبادي والله الجماعة في العيد تلقاهم الشربوت واحد دفنو خمسة يوم قبل العيد وقاب فوق جنزبيل وقاب فوق خميرة وقاب فوق ما عارف لك شنو وغرنجاد ووالما يجي يفتحوا ينفسوا لك زي زي الزي دس حبة حبة يقول لك والله خايفه يطير واحد قال والله يدفنوا خمسة يوم لما انجلق البلح ما شتت جوى المخزن داشلوا يقول لغم ده ما قام ما لغم وهكذا تلقى يا ملعي سكران واقف لط يقول لك والله الشربوت تقيس سويا مولانا شربوت انت سكران يا مولانا امش انجلس ساي بطنك وظهرك ربعين صور حد الخمر وهكذا وعند الصوفية عند الصوفية شرب المريسة كرامة اقرق طبقات والضيف الله خليل الرومي قالوا خليل الرومي ده واحد من الاولياء بتاعنا البلد دي واني على البلد دي الله يحلنا وانا خليل الرومي وعصيفير وعلي وحيش وما عارف ليك فركة وبشملة وبقرقاب ويا زاله خليل الرومي ده قالوا جاء واحد قال له والله عندي بتشغالة معايا اللي بيديه الفاتة قالوا علي الله يجيب علي راجعة قال له وجيب لي ديك خصي وبصلتين وبورمة مريسة الزول فاجعب لي بورمتين مريسة الزول لك قالوا كبكب المريسة وظبط وزر راسه وقال له شي لالشجر اهاشلت السجر اليها قال لي شي لالشجر وامشي يا بخيتة بخيتة والمعارفة الحاصلة شنو المهم ده دين عند صوفية وانا في بعض المناطق اقول لك هو يا ولد اشرب حار واكتب حار في بعض المناطق زول تلقى حافظ القرآن وتلقى فقي والله الذي لا مر قبل فترة كده واحد كان بيقررين قرآن كلام ده بدري بيقررين قرآن الكورة من جر افتحان قال لك شغالة بك 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 ده شرو قال له والله ده شغل الشيخ براو مريسة مريسة وده ده ده ناس القرآن زكاء الناس القرآن بيذكرهم الجماعة التانية يسويه الشماشة والعنقالة والرمتالة والجماعة يسويه ويا ناسواج والله المفروض الناس يبطعيز والناس بعد ده يوعى التصوف ده والله ما عنده علاقة بالكتاب والسنة لا عنده علاقة لكن الناس الاعلام يروج لهذا الباطل والاعلام يزين هذا الباطل والغرب يلمع الغرب قال التصوف ده الاسلام المعتدل الاسلام الدائرين وانتوا لأنه الخواجات في حمد النيل بأردية شغالين مع الجماعة والجماعة الدراويس جايين كل مرة يجي يتحك حق يتحك حق جاي تعمل شروع قول لك بنذكر في الله تذكر جنب الخواجب ما تذكر هناك جنب القبة درويس والله يتواحد تلقاه شعر ملبك بالله إزاي سلوك لقاشه داشلو قول لك دا درويس ويجي يتحك حق والله يمر شاهدت لي فيديو في بتاع البرهانية السوق الشعبي جات ألمانية لبصري دهين وشعر فاك وسدوره بره واحد سوداني درويس لما فيها قلدة أنا بداكد بيكون جاتكة ما تنفس قلدة لك قلدة عجيبة من راحت وما خجل قلدة وفي الفيديو مصور كمان مصور يقلد فيها أني حنخجل أن نقوله عشان كده دي بلاوي أحمل حسابك من التصوف أحمل حسابك من الطرق أحمل حسابك من الشيوخ الدجالين أحمل حسابك من أي باطل خليك مع الكتاب والسنة وخليك عزيز ما تنكسر ما تنذل لك يا بني آدم والله دين دين عزة التوحيدة لو ما علمك العزة والله ما فيه فايدة خليك زوال عزيز زوال صوفي درويس ما تخاف منه زوال شيخ طريقة ما تخاف منه الحلة كلها لو خافت منه ما تخاف منه أسأل برعي ده بخافوا منه كم برعي ده يفتلوا في محلات لو يتكلمت فيه الناس يمرقوا يمكن يخلوا لك الحلة يقولوا بتنزل الطاقة برعي ده الله يتقبل والله ينحى شفت بس ما عندنا أي شغل بصر برعي بس جلد نظيف بطنه وظهره والمكاشف وبود بدر والركاني وأي درويش في البلد دي والله أنا ما يزلق ميز ننجم ونجم قبور أصو شفت إلا موت لكن ما دام حيين ده شغلتنا شفتت صوفية والجماعة دين نوريك شان كده انت أعمل حسابك ربنا يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم شنو مشكورا تلقى الجزاء الحسن ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ربنا يقول ربنا يقول في صورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالق وغير من الآيان فإنت خليك حريص واتعلم دينك واتعلم التوحيد والله إني حمارات يعني بينشد على النازل لكن يستاهلوا يفتح صوفيا دان يستاهلوا إن جلد جلد نظيف لأنه إحنا أي بلية نزلت لها في البلد السبب الصوفية والسبب الشرك بتاع الصوفية يا أخي إذا كان الشرك الشرك أثر على الحجر الأسود الأسود ما يأثر علينا كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج أو اللبن قال حتى سودته خطايا أهل الشرك إذا كان الحجر الأسعد والحجر الأسود كان أبيض من اللبن بيقى أسود السبب الشرك قال ولولا ذلك ما مسه ذعاها إلا شوفه إذا كان كماهل الشرك مسه الحجر الأسود إذا مشلول مش هدها بيشته الله بيشفيك لكن يشوف الشرك وش أمه شأن كده الشرك شر والشرك يمحق البركات والشرك يعني يصلد علينا الأعداء والشرك به تنزل الأوبئة والغلى وينزل علينا يتصلد علينا الأعداء وتحلبين المصائب لأنه الشرك أعظم جريمة وأكبر كبيرة فلا بد من محاربة الشرك أي زول في البلد دي أي زول في الحلقة دي خليك دعي التوحيد ما شرطي اللي تتكلم لكن إنت لما تمشي هناك لما تمشي محل الشغل طبعا بلاقوك الجماعة العطالة البتلقم عليك كمون والبيجيب لك عربيتو كم مكانيكي أي زول يستغد أي زول مكانيكي جاك واحد بعربية قل له التعارف الشاسة ده أهم حاجة والعربية لو مكنتها فيها بخرة ودخنة ودائر سمبر دي بالسيح والزول المشرك كمان مكنت خربانة ولو ماد على الشرك بيخل جهنم شغاله أستاذ أقف في السبورة للطلبة طبعا يا طلبة ده خط مستغيم والخط المستغيم ده طريق الله والخطوط المعوجة دي الأخوان المسلمين والصوفية والبلاغاتية والزول ينادي الله براه شغال دكتور في مستشفى في عيادة طوالة جاك مريض قبل ما تكتب له الرشدة قل له يا عمنا اتعارف الشافة رب العباد والزول ما عنده الفقرة والزول ينادي الله وربنا قال وإذا المريض تفاوه يشفين في أي مجال مهندس بتاع عناي معاك طلب قل له يا طلب السقالة دي مش دغرية الزول الما عنده توحيد ده شغلت بايزة بيقع من الصراط السقالة دي ربطها مائلة بتقع في الواطة وكمان لو ما عندك توحيد بتقع من الصراط أعمل حسابك وهكذا في أي مجال في أي مجال سواك شغل الانبيسري بدل تطهق الناس نانسي عجاج وما عارف ليك خديجة جردل وعشة سفنجاد وحوطك طاقة وما عارف ومبلون السنوسي وغيرها شغل لهم محاضرة شغل توحيد أنصروا التوحيد ركبت البص السياحي أعمل معك فلاش علقوا في بانطلونك قل ليه واسمع عليك الله سيغل لنا ده في أي محل بتاع مغلق أدعو للتوحيد بتاع كفتيريا بتاع مطعم واحد غلق ده اتنين فول قل ليه طبعا الله الفول ده قوموا الله ربنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أنه صببنا الماء صبب وهكذا وبعد ده طبعا الناس بعد ما بيأكلوا الفول بيشركوا بأله والله يقول أسا شايف الزول ذاك جاري ذاك معلق سرطة البوراي زول مشرك عقلت وخربان وهكذا أي مجال في أي مجال أدعو للتوحيد خليك دعي التوحيد أبقى يا أخي زي الهدهد هدهد دا يعني لما يشاف الناس هجل الله يسميز يستغرب ويتعجب في ناس الليلة والله يحسن منهم والهدهد زي ناس عبدالحي ووسف وناس محمد المين إسماعيل وناس إسماعيل عثمان ومنوا منوا دال الصوفية أحبابنا والصوفية أخواننا وقبلتنا واحدة مبروك عليكم أما نحن والله سغلتنا مع الصوفية دال الشحم والنار الصمارة إلا يتوبوا بدى بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده لو ما آمنوا بها الله وعده الحرب قائمة ولن تضع أوزارها إلى أن نموت أو يموت هذا والله أعلم جزاكم والله خير نقدم الشهاب فليختم عليه على الإطارة جزاكم الله خير السلام عليكم